أعقد مجلس النواب رئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب الجلسة العادية السادسة من دور الإنعقادة الثاني من الفصل التشريعي الرابع الجلسة استعرضت الإختار الوارد للمجلس بحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014-2015 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتقديم تقرير للمجلس بشأنه وفيما وفق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة عن أوضاع البحرينيين العاملين في البحر الذين ليس لهم دخل شهري يكفل لهم الحياة الكريمة قرر تأجيل الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بعدم تخصيص الساحل الشرقي لشركة ممتلكات مع إبقائه ساحلا عاما يتبع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني إلى الجلسة القادمة بناء على طلب المقدم من الحكومة الموقرة وفي ذات الجلسة تمت الموافقة على عدد من التقارير المحالة من لجنة الخدمات بشأن عدد من الاقتراحات برغبة ترجمة نانسي قنقر